أعلن سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمنا مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة أن مركز دراسات سيتضيف مرتقيين فكريين الأول هو ملتقى الشرق الأوسط والشمال إفريقيا لمراكز الفكر لعام 2021 والثاني هو الملتقى العالمي لمراكز الفكر لعام 2021 بالاشتراك مع برنامج المراكز الفكرية والمجتمعات المدنية التابع لمعهد لاودر بجامعة بنزلفينيا الأمريكية وذلك في الفترة من السادس إلى السابع من ديسمبر المقبل وأوضح سعادته خلال مؤتمر صحفي أن ملتقى الشرق الأوسط والشمال إفريقيا لمراكز الفكر سيقام تحت عنوان المراكز الفكرية في ظل التحولات الإقليمية الفرص والتحديات فيما سيحمل الملتقى العالمي لمراكز الفكر عنوان دور المراكز الفكرية تجاه التأقلم والتعافي من الأزمات ويشارك في الملتقيين صناع السياسات والمانحين والباحثين والإداريين في مراكز الفكر حول العالم بهدف تقديم مراكز الفكر لأمثلة مقنعة للعمل الكبير الذي تؤديه مؤسسات الفكر والرأي في مجموعة من السياقات السياسية والاقتصادية وأكد رئيس مجلس أمناء مركز دراسات أهمية الدور الذي تؤديه مراكز الدراسات في دعم السياسات الرامية إلى نشر السلام وخدمة التنمية المستدامة وفعالية مؤسسات المجتمع المدني علاوة على التنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة من خلال استقطابها الخبرات الفكرية والتنظيمية التي تمتلك التجربة الكافية والرؤية الناضجة في تنمية وتطوير المؤسسات وقيادة المجتمعات المحلية سواء على المستوى الأكاديمي أو الإعلامي أو التنفيذي دور تقدمي بارز يطلع به مركز دراسات لتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال البحث العلمي يؤكد عليه نجاح المركز في استضافة ملتقيين ملتقى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراكز الفكر 2021 والملتقى العالمي لمراكز الفكر لعام 2021 حيث تشكل هذه الاستضافة منجزاً بحرينياً كبيراً على المستوى الفكري والمعرفي وفرصة استثنائية للالتقاء والتحاور مع نخب فكرية من العاملين في حقول البحث والدراسات المختلفة على مستوى العالم نسعد في مركز البحرين الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الدراسات بالإعلان أن المركز سيستضيف في السادس والسابع من ديسمبر هذا العام قمة عالمية لمراكز الفكر وقمة مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاتين القمتين تأتيان في ظل جهود مركز دراسات في تعزيز مكانته كمركز فكري وبحثي على المستوى الأقليمي والعالمي وانتهز هذه المناسبة برفع عظيم أمتناني وتغديري للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمر بن يساء الخليفة عاهل بلال مفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمر الخليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء حفظه الله ورعاه على ما يقدمانه من رعاية ودعم للبحث العلمي في مملكة البحرين وللمؤسسات الوطنية التي مهدت الطريق للحصول على هذه الفرصة باستضافة هاتين القمتين نؤمن بأن هذه الفرصة مواتية لتعزيز مكانة المملكة بشكل عام ومركز دراسات بجكل خاص في تعزيز دوره كمركز فكري وبحث مرموق على مستوى المنطقة لتعزيز شراكاته الأقليمية والدولية ولكن أيضا لدعوة قادة أرقى المراكز الفكرية والعالمية على مستوى العالم ليحظوا بفرصة زيارة مملكة البحرين للإطلاع على منجزات المملكة وعلى تجاربها الرائدة في مختلف المجالات وأيضا لإتاحة الفرصة للشباب البحرين للإطلاع على أفضل ما توصلت إليه الممارسات العالمية في إدارة مراكز الدراسات والأفكار حول العالم والاستفادة من تجاربها في معالجة التحديات وبناء الشراكات المؤسسية الوطنية والأغليمية على كافة المستوى والمجالات الملتقيان الذين يستضيفهما مركز دراسات يفتحان آفاقا رحبة للتعرف على منجزات المملكة الفكرية والمعرفية وسياساتها النيرة تجاه تعزيز الاستقرار والسلام العالميين من خلال ما تقدمه للعالم من نموذج فريد في التسامح والتعايش بين مختلف الأديان والأفكار والثقافات إذ يتناول الملتقيان عددا من الموضوعات المهمة أبرزها تعزيز دور مراكز الفكر تجاه التأقلم والتعافي من الأزمات وأبرز التحديات التي تواجه مراكز الفكر في ظل التحولات الإقليمية وما لها من فرص وعليها من تحديات يسرنا اليوم من خلال رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات الإعلان عن تنظيم ملتقيين فكريين في ديسمبر من عام 2021 في مملكة البحرين الملتقى الأول هو ملتقى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسوف يحمل عنوان المراكز الفكرية في ظل التحولات الإقليمية الفرص والتحديات أما الملتقى الثاني فهو الملتقى العالمي لمراكز الفكر ويحمل دور أو يحمل اسم دور المراكز الفكرية تجاه التأقلم والتعافي من الأزمات ونطمح من خلال هذه الملتقين أنهم يكونون أو يكونان جامعين لتبادل الأفكار وتلاقح الأفكار وأيضا الرؤى ما بين الباحثين في مملكة البحرين وباحثين من شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأيضا العالم استضافة الملتقيين في مملكة البحرين تؤكد التقدم الملحوظ لمكانة مركز دراسات على المستوى الإقليمي والعالمي بين مؤسسات الفكر والدراسات العالمية العلمية والمعرفية إذ تبوأ المركز المرتبة الثالثة والعشرين على مستوى العالم بحسب التصنيف السنوي العالمي المعتمد لدى مراكز الفكر العالمية والذي تصدره جامعة بنسلفينيا وهو ما يؤكد الاهتمام الجاد لمملكة البحرين في هذا المجال لما له من أهمية بالغة في دعم وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية معرفيا ونظريا وعملية مسيرة زاخرة ومتواصلة لمركز الدراسات في العمل البحثي المنهجي يتوجها اليوم بالإعلان عن ملتقيين إقليمي وعالمي لمراكز الفكر يبحثان دعم وتعزيز هذه الجهود الدولية لمواجهة التحديات والعقبات التي تواجه المجتمعات وذلك بمشاركة دولية واسعة من قبل نخب فكرية دولية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين